مكسات الأكل الغريبة اللي رح نجربها اليوم هي مرتبطة ببلد معين رح تعرفوا ليه لأنه إلها دخل بضيفنا وهي نودلز كورية مع لبن وكمتشي مع حمص وضيفي لليوم هو شب كوري يجع على الأردن وصار بالفترة الأخيرة الترند لأنه اشتغل أشياء غريبة كشب كوري أنه يشتغلها بالأردن هو معروف بفلافل كمتشي بس برضو اسمه هارون هارون كيفك؟ الحمد لله شو الأخبار؟ والله تمام تمام والله مبسط كثير وشكرا على الضيافة وشكرا جدا على المشاهدين أها ويعني بدي أن أجرب هذه الأكل الغريبة أكلات الغريبة اليوم جايبت لك ياها كلها أشياء كورية طيب أكيد أنت بتحب النودلز الكورية أه بحب النودلز بس مع لبن لا نحن هون تقريبا من فترة صارت النودلز الكورية كثير معروفة بالأردن والناس كثير بتحبها تحب اللبن؟ أه بحب اللبن بس مع النودلز لا لأنه اللبن يخفف الحرارة شوي تقريبا رحة كويسة تستمر شوي هاتي أصبط لك أنا اللو أمي لا نحن نحن ندلل ضيوفنا بالأردن هارون بس هارون إيش اسمك الحقيقي؟ ليس هارون أكيد اسم حقيقي هو البروس زي بروس لي واحد واحد اثنين ثلاثة حلو 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 كثير سبايسي كثير سبايسي طيب المكس الثاني رح نجربه هو الكيمتشي مع حمص مع الحمص طب بصير تشرحنا ما هو الكيمتشي للناس اللي لا تعرفه؟ الكيمتشي هي الخاص تقريبا مخلل زي المخلل اللي عادي عندكم بس هار حس هو ليس خاص هو ملفوف ملفوف نعم هي طرف كوري أطمئني لماذا أعرف أكثر منك؟ لماذا؟ لا يحدث أحب بيتياس والأرمي ومسلسلات كوري لا أعرف بيش حسنا تحب الحمص طيب؟ أه أحب الحمص لكن يجب أن يكون الحمص مع الكيمتشي مفروج تغميص غمص نعم ماذارت بقي شcriptوري حسنا لماذا لا ينستخدمي ذاكر لأني أحب الكيمتشي كيمتشي لأحب الكنول بسم الله هنا فارون صعiende أحب الكيمتشي لأسسة ما أحبه في اليوم أنا أعطيها عشرة صراحة قد أعطيها؟ ثمانية ونص حسناً لقد أكلت من سفنة أول ما أجيت إلى الأردن اليوم سأطعميك أكلة نحن الشعب الأردني أحبها المندي بباب اليمن السعيد حسناً استعد؟ أه هيا بنا أعصفينك استعد للتحديات؟ أه والله هيا لنذهب موسيقى سأطول حال شوي دعنا نعمل علامة أيوة هي علامة قلب الحب الكوري أنا و هارون هلأ وصلنا على مطعم كثير معروف كثير زاكي في الأردن وهو باب اليمن السعيد هارون نحن هنا في الأردن ونحب الأكل اليمني والله أنا أيضاً الحنيد والمندي والزربيان وهذه الأساس اليوم جاي أدلي لك دلال يعني ما صار الحمد لله بباب اليمن السعيد الله أكبر قد التحديات ستكون أه أكيد أكيد سترى كيف نحن الأردنيين قوي بالتحديات لا تعطيها هيا يلا هارون 13 هارون رضا حجر رضا حجر حرف الضاد صعب عليك ليس الضاد هي الضاه 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 طبعاً هي بتنزل وتبأبئ وتغلي لكننا دعناها تبرد قليل لكي نستطيع كلها أنا و هارون بتحدي السرعة وهيا جماعة لازم تجربوها اسمها صحابق جبن وطبعاً هل ترى حجم رغيف الخبز لكن يعني أكبر من ذلك لا يوجد ما اسمه مريش مريش هذا الخبز اسمه مريش مريش جاهز للتحدي هارون بسم الله معنا خمس دقائق خمس دقائق بسم الله اللي بيخلص أول هو اللي بفوت شايفين يا جماعة لسه تغلي هذا الحجر بيخليها سخنة وقت طويل شايفين ستنون أنا مش طولي مش كتير وساعدني أشوف آه لا أنا أنا بجدارة كمان آه هارون للأسف خسرت شديد يعني كان بدي شوفوا شوفوا اللغوصت اللغوصت أنا أنا أحب أن ألبس أبيض على التصوير الصح. أريد أن أغضم شيئاً. لكن الأكلة تشاهد. يعني سوف أعطيها تقييم مليون من عشرة. يجب أن تجربوها بباب اليمن السعيد. إذا أريد المندي أو أكل يمني صح. هنا. باب اليمن السعيد. لساعتك جوعان لأن هناك تحدي ثاني. لساعتك جوعان. ليس فاهب هارون. هارون من الفحصة. طبعاً أنا ما زالت جوعان. من الفحصة هارون. وصلنا الآن إلى تحدي الشيف أنا و هارون. ونزلنا صدر يا جماعة. نصف زربيان لحم ونصف حنيذ لحم. وطبعاً أحكي لكم شغلة. كما قلت لكم أنا هذا الإختراع اللي هو اسمه صحاوك جبن. يعني بشحي كثير زاكي. والصحاوك في منها أنواع. يعني نحن هلأ نازلنا على الطاولة صحاوك عادية. صحاوك أخضر اللي هو بكون حار. وصحاوك جبن اللي أنا كثير حبيتها. في الله نبلش. طبعاً الواضح أنه تحدي كمية. بس إيش بدي أفتح لكم اللحمة. أنا بقول لك ليه خسرت بهذا التحدي. لأنه بالتحدي الأول بالفحزة أنا فزت عليه. أكلت أكثر منك بالتحدي الأول. بس صراحة الأكل بشحي. لازم تجربوا الحنيد والزربيان. واو. وهي هاي. اسمعوا. وحطوا لي علبة كبيرة أخذ معي صحاوك جبن. أيوة الشرب بدك تخضم. والله أنا خايفة عليك. تتحمل أكلنا. أنا بدي الأكل. ماذا سيحدث فيك الآن بالليل؟ لا. بس نحن دللناك. البضل يوجد ليس بسبب هذه الأكل. بسبب هذه الدومية أنت جبت قبلها. كلها لأمة التي أكلتها. واو. وأنا فكرتها كوري وستتأكلها بدون ما تحس. على غلط. تحر حر أكثر مني. هارون أنا كثير مبسوطة اليوم. عن جد كثير كثير مبساطة في استضافتك. والله أنا خلا. نتمنى لك كل التوفيق بالأردن. آمين يا رب. وخلصت مننا وفينا يعني. إن شاء الله. نريد أن نشكر مطعم باب اليمن السعيد على الأكل التي كثير 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 ذاكي. هارون لسا عم بكمل أكل. يعني أبداع هارون. واستنونا بحلقة جديدة من وجبة سريعة. سلام. موسيقى موسيقى موسيقى